أبنائي وأبنائي طلاب دبلوم المدارس السنوية الصناعية برنامج إصلاح وصيانة السيارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مازلنا في برنامج تشخيص أعطار المركبات والنهاردة هنتكلم على الحساسات وبيان الأعطار المحتملة بها باستخدام الأجهزة أخطر أعطار المركبات المختلفة بتكون دائما الحساسات المتهمة وغالبا ما تظهر برائتها ونتدخل في صيامتها وإصلاحها خاصة بعد أجهزة الفحص وقبل أن نتكلم احنا قلنا يجب على سائق السيارة بعد تبديل أو حينما يصل إلى أطر الحساس معين بننصح ونؤكد أنه لا يستخدم أي حساس مستعمل أيا كان لأن الحساس حساس احنا قلنا مدى أهميته فأنا مرحبا أجيب مستعمل هو ليه استعمل ليه خرج من اليونتس أو خرج من سيارة قديمة خرج من سيارة قديمة عشان كان مسبب فيها مشكلة أو ربما أنتزع من سيارة ما أنت مجهول يعني عملية ضرب تحز ربما سيارة متهية مثلا في حادث ويتم بيعها أيا كان هذا الحساس مرت عليه فترة زمنية وإحنا عارفين أي منتج له عمر افتراضي والأعمار بيد الله عز وجل أولا وأخيرا فنواخد حاجة مجهولة لكن ينصح وننبه الحساس يأتي بكود طبقا المواصفات المركبة من الشركة المصنعة أو الشركة الموردة لهذا الحساس هنشوف مع بعض الفيديوهات وبعض العروض للحساسات مشاكلة وهنتدخل في تسخيص بعض الأعطال المحتملة منها باستخدام الأجهزة زي ما هنشوف بسم الله دي بعض المشاكل بتسببها الحساسات أثناء استخدام المركبة استهلاك وقود مرتفع وده بيكلفني جهد على الطريق وهم ثلاث حساسات بكل مرتفع في استهلاك الوقود عند وجود خلال فيها زي ما نشوف دلوقتي هو أول حاجة حساسي روكسي جي هو وده يعني كل حلقة بنؤكد على أهميته وهو اللي بتحكم في نسبة الخليط هو اللي بتحكم في نسبة الخليط سواء ضعيف أو غني هو كده خرجه بيورقه لك في المركبة وده جزء أساسي في دائرة السيارة والخليط الفقير بيسبب فولتية حوالي أربعة من عشرة فولت بتبان في وحدة التشخيص الخليط اللي غني التشخيص بيصل لواحد فولت الجهد بتاعه فدي الإرايات وقلنا بتختلف من سيارة إلى أخر في كل شوط له نسبة وهو بيديني إراية وبيديني بيان بيصل إلى وحدة الإسر والسيارة وبالتالي المحركة يعمل بشكل طبيعي وفقط في القدرة الديني أداء ضعيف واهتزاز في المحرك ودي البيانات اللي هنشوفها في حساس الكهراء اللي هو العادم وبيبين لك شكله عشان تبقى عارفه وان فيه عناصر مختلفة وفيه فتحات عشان يدخل الدخان لجوه الحساس ويديني الإراية الصحية ده أكواد الأعطار أكواد الأعطار اللي تظهر لي على شاشة الفحص يبمار البي او وان سيكس تو وان سيفن وان سيفن وان سيفن وان سيفن فايف وان سيفن فايف رمز البي او على طول أعرف ندائي الاكشجين سلسر زي ما احنا هنشوف وبنتابع مشاكل الأكواد وانها بتظهر وبتبين لي خراب الحساس او تعطله وزي ما قلنا نحن بنعرف مكان وجوده وده الفحص الظاهرة الحساسة بعد انا ما فكيته وعطاني إراية وجدت ان فيه هنا ايه بعض الصدق بعض الأكاسيت بعض المكونات الكيميائية والجزء ده زي ما احنا قلنا حضراتكم موجود داخل وحدة المحرك وزي ما انتو شايفين الرواسب الكيميائية والكربونية والمعدنية سدت تماما السقوب اللي هي بيستشعر منها الحساس خليط العدم او اجزهوست سيستم ودي الجزء اللي هو السريدنج الاوظ اللي بيطربت في المحرك وده الجسم الخارجي وهنا فيش الوصالات البيانات والكهرباء ده الفحص الظاهر الحساس درجة حرارة المحرك حساس درجة حرارة ايه المحرك حساس درجة حرارة المحرك اهوت بيلقى في جسم المحرك و لما شغل المحرك وهو بارد طبعا جزء كبير بيتكسف من بخاري الماء والاكسيدة على الحساس وبالتالي اي سي تي ده رمز الحساس بيقرأ اريات خطئ وبيعمل لي صرفية جامدة في اه الوقود ايضا من كونيكشن الكهرباء بيكون في بعض المشاكل وبيتركب الحساس في رأس المحرك وبيباني لرموز اعطال الحساس درجة الحرارة بهذا الشكل غير حساس الاوكسيجين حساس الهوى برضو من ضمن الحساسات المهمة الماب سنسور بسميه الماب سنسور ده مكان تركيبه ده الماب ايه سنسور مكان تركيبه في اعلى المحرك في وحدة دخول الهواء الى داخل محرك السيارة ونشوف رمز الكود الخاص بالحساس وقلنا اكتشاف الاكواد بيتم ممارساتك المهنية بتعرف ده حساس الماب او ده حساس مثلا طيب بتابع الحساسات ومشاكلها الام اي اف ده حساس الهوى وحساس الهوى زي ما بقول لحضراتكم اه ده مكانه زي ما انتوا شايفينه هو في المركبة وقلنا حساس الهوى رمزه ام اي اف رمزه ايه ايه ام اف اه هو بيقوم بمهمة جميلة جدا بيقيس كمية وحجمه كسافة الهوى الداخل داخل المطور وطبعا مهمته الرئيسية بيقيس درقة حرارة الهوى وبيرسل المعلومات دي ايه الى كمبيوتر اه السيارة طيب ايه اسباب تلف الحساس دوت اسبابه بتتركز فيه تراكم الغبار والاوساخ والاتربة ومكونات التشغيل على المحرك على الحساس ممكن في كل حساس نضع اه نقطة نهاية العمر الافتراضي زي ما اشارنا طيب اعراض تلف حساس الهوى هنراحز اعراض هتظهر على المحرك لازم الاعراض دي لما تظهر على طول ابدأ افحص السيارة اول حالة صرف جامد فيه الوقود زيادة يعني في الاستهلاك زيادة في عدد اللترات رمضة الفحص بتضيء تحسيرات على روحة القيادة والمبينات داخل المركبة هاجد لتلف حساس الهوى الماب سنسور ضعف في عزم واداء المحرك على الطريق هلاحز ايضا خروج خروج دخان اسود من عدم السيارة اننا عارفين ان عدم السيارة والدخان ده فيه درجات فيه ازرق فيه ابيض كسيف فيه بخار ماء يطلع نوعية الدخان بتدل على تلف حساس الماب او الحساس الهوى انه هو بيبقى اخ اسود كسيف كأنها مدخانة الاربي ام بيحصل له تزبزل يطلع الرئيس لفوق وينزل ايه لتحت في بعض الموديلات تتوقف السيارة نهائية عن العمل يالي ابدأ اشغل السيارة ممكن اقولك الكرانكشافت السنسور او ممكن اقولك الار الار السنسور يبادي علامات تلف الحساس نسميه الماب م ا ب وده مكان تركيبه في اعلى المحرك ده رمز الكود الكود الداياجنوست الفحص اه وطبعا المشكلات اللي بيسببها اه طوقف مفاجئ المحرك زي ما قلنا بعض الموديلات المحرك اه اشتغلش فيه سخونة اه الام اف شفناه هوت اه رجعتني الشاشة عشان تلاحظوا شكله الشكل مهم جدا هو ده الحساس ولما اجا زود يبا ما يصرعش معاي عايز اجاوز سيارة خطر جدا حاجة اجاوز اعمل تخطر السيارة حاجة السيارة عزمها قال مجتعرضني لخطر مميت طبعا كل الحساسات اللي انا قلت عليها ديت اه وفي الفحص في بيان لأكس بيقول لنا عنده غلطة هنا في هذا ايه الحساس وده كمبيوتر لمركب وطبعا ممكن الكمبيوتر هو البيت امر ان الحساس توقف نتيجة لعطر معين زي ما انت شايف جهاز الفحص بيبين لي ان عندك عطر في الام اه اف سنسور الخاص بالمركب اه طبعا دي مشاكل حساسات وان جهاز الفحص بتبين لي مدى خطورة هذا اه الامر اه واذا كنا خلصنا بعض مشاكل بعض الحساسات اه بنتقل لحاجة مهمة ايضا اخرى اللي هي اه الوحدة الكمبيوتر اللي احنا شفناها دي اصلا متوصلة عليها الحساسات هي اللي بتخرب وحدة الكمبيوتر هي اللي بتخرب بشوف في الفيديو ده نقاط مهمة جدا ايه انا بلخصها لك اه ازاي بتعمل وحدة التحكم الاسي ام ودي شرحناها في حلقات سابقة ياريت الناس ترجع الحلقات عشان تربط موضوع التشخيص الالكتروني واستخدام الاجهزة ربط ربطي جيد وده السيارة السيارة موضوع وموضوع الكهربائية مرتبكة المركزية جدا في العرض هو الممثل امامنا ازاي الحساس بفحصه بالاجهزة وبين مشاكله واعطاله وتدخل فيه صيانتها احنا قلنا لازم تتأكد ان الحساس وموضوع تركيبه فيه مصورة العادم او مجمع العادم الزوهست منفول وفيه فتحات بيقدر يستشعر الدخان العاد لما يمر عبر هذا الحساس ويطلع الاراية يوصلها لوحدة الاسيو ممكن افحص الحساس هو راكب بالأفو میتر وطبعا الحساس طبعا زي ما انتم فهمين بيئيس نسبة الأكسجين وساني أكسيد الكربون غزاة النيتروزين كل نواتج الاحتراق لكن انا ممكن عن طريق المقاومة وفرع الجهد اقدر اخذ الاراية اوصل الارض بالأفو میتر ووصل الموجب بجسم الحساس وشوف هيديني كام فولت هيديني كام فولت وطبعا لما الفولت بيعلى يبقى نسبة الأكسجين عالية وبالتدار تباين صلاحية الحساس ايضا فيه اراية اخرى ااخد طرف الموجب هنا بتاع الطرف الارضي على الجسم الحساس واخد الطرف الكهرباء على جسم المحرك المانفولت وشوف هيديني كام فولت طبعا ما اعطنيش حاجة خالص يبقى كده الحساس يبقى كده الحساس ايه في دياجنوزيك في اطل ايضا ممكن اوصل الحساس على وحدة ال الامتي اس فايف تو زير زير عن طريق الكوم هنا تشانيل بوصل الكابلة ها وزي ما قلتلكم هيأتي بيان الكابلات في موضع بوصل الكابلة ده اللي جاي مع الاكسوسيريز طرف سالب بجسم المانفول والطرف الموجب بطرف الحساس الو بين الداة وهنا تابع بيانات الفحص وشوف المنحنة البياني وبيان نسبة الاكسجين وتبين هل الخريط غني ولا الخريط ضعيف اذا تم التشخيص ان الحساس في مشكلة ببدأ اننا اغير وحدة الحساس وزي ما قلنا من تعليم الصيانة ان هذا الحساس يتم فكه والمحرك بارد انه هو معرض لدرعة حرارة فوق الالف درجة مقوية ضرعة حرارة جديدة وضغط جديد ما ينفع في الظروف اننا فك لازم اترك الحرارة تصل لدرجة الجو العادية وابدأ فك الحساس وربما ينكسر وده طبعا المنحنة البياني البقيس بنسب التشغيل وتقارن مع هذا الفحص البياني اللي احنا درسناه في حلقة سابقة الماب السنسور اللي احنا شرحناه برضو بيبياني هنا اهمية المنحنيات ال air volume ratio ال air features ratio لنسبة الوقود وعند هنا ال scan tools بيبياني الفولت وشوف هنا الفولت مع نسبة الانضغاط هنا اتنين كل ما يزيد الفولت كل ما يزيد نسبة الضغاط يرتفع معها الفولت بفضل كده بيبياني حالة حالة بيانية هنا الميدل او النسبة الصحيحة بيانها عند 14 رئي او 15 الا الفولت عندي يصل لهذا المدى 14 7 الى 1 يبقى المنحانة البياني اللي بيان على الاسترسكوب مدى صراحية الماء بسنسور وقلنا ان الاجهزة بالبياني العلاقة لانضغط والفولت ريش ميكتشار ده الخليط الغني و لين ميكتشار الخليط الفقير مقارنة الانضغط والكفاءة والنسب البيئيس الحساس زي ما تشافين انها بتقل النسبة لما بيرتفع الفولت بتقل النسبة لها نسبة رانضغط ده في الخليط الغني ريش في الخليط الضعيف زي ما احنا شايفين هو كلما بتزيد النسبة اللمضة بيزيد معها الفولت بنسبة عكسية عن طريق الرسم المنحنة البياني ومقارنة النسب اقدر اشوف حساس لمضة شغال ولا لا لمضة صنص احنا مازلنا بنتابع الحساسات وسلوكها البياني على اجهزة التشخيص وازاي جهاز التشخيص بالبياني حالة الحساس هل هو صالح ولا فيه عط دي الاشارة الفولت بقارنها مع الفاكيوم اللي هو التفريغ او الخلخلة نسبة اشارة الفولت اه زي ما شايفين كل ما تزيد تزيد الاشارة اه يزيد الفولت بيقل عملية الخلخال من زيرو لعشرين وهو وزين المدى المدل الوسط القراءة الصحيحة وربما تختلف من من سيارة الى اخر ده الليفل وده الراقم اللي هو لتول اه وزي هنا الاقال الانجين لود في حمل المحرك وده الهاي ده اتجاه الهاي العالي وده الاتجاه ايه الاقال وده منحانة بيبيان الخلخلة بقسها داخل المحرك وشوف منها كفاءة محرك السيارة ايضا ايضا دي احد السنصرات الماب وبعد رئيس بالفلتوميتر عن طريق السالب والموجب ووصل الحساس بهذا الشكل على الجسم وعلى نقطة الفحص وشوف الاراية وهذه الاراية يركز على رمز السنصر عشان الطالب والمتدرب على جهاز الفحص يبقى فهم ازاي العملية التشغيلية بالتم ده السورة الفلف السورة السيستم وطبعا نراكب على البوابة البوابة الغيس او الامداد بالهوى ازود ونقص عن طريق دواسط القدم اللي دي حساسة الخاصة بهذا المستشعر وده طبعا من ضمن الحساسات اللي انا بقيسها على جهاز الفحص وبيبين لجهاز الدياجنوزيس او جهاز التشخيص الحالة التشغيلية التي عليها الجهاز السورة البودي ده جسم السورة الاختناق اللي هو فيه هنا بوابة بتفتح وتقفل على حسب رغبة الصائق وعلى حساس الاشارة الوردة من حساس القدم طبعا ايضا بوصل الجهاز على اطراف الفحص دي وبقيس الحساس هو راكب على المركبة وممكن افك الحساس سورة البر المركبة واعمله القياس اللازم وفي نفس الوقت مهم جدا ان انا افك الحساس عشان اتأكد من نظفته وسلمته من الداخل ان انا الشاهد ان في بعض المواقف فكنا الحساس لقينا متآكل من الداخل وازاي اديك ارايا هو متآكل من الداخل ازاي اديك ارايا فده مهم جدا اذا جهاز الفحص هنا بيان لي بيان لي قراءات خاطئة هو عامل check up عامل check up على وحدة الماب اهو موصل الموجب على مدخل الشار بتاع الماب سنسور وعطيني volt five zero point zero وطبعا لازم مؤشر الجهاز على وكون عامل صحيح وكون موصل الكابلات بالطريقة الصحيح بقارن هذه القراءة مع الموصفات الفنية وبحدد اه تلف اه الماب اه سنسور اه يبقى كده احنا مرنا على الحساسات وشوفنا مع بعض ازاي بستخدم اه الاجهزة المختلفة سواء اه جهاز الاناليزر او بيبيني الدياجرام مخطط سواء الافو میتر سواء تيستر رأم سواء الدوائر الدياجنوزيس تشيك اوب اللي هي بتبيني هل مشكلة المحارج في هذا الحساس الحساس ذات نفسه بقى لما السنسور بطلعه كده من السيارة بعمل عليه فحصات بقى وخاصة اذا كان لفترة زمنية داخل السيارة طيب اذا كان الحساسات سليمة يبقى المتهم الاخر بيكون وحدة التحكم طيب اذا كان وحدة التحكم سليمة يبقى الخطأ ما بين التوصيرات الواصلة من وإلى وحدة الاسيو والوحدات الالكترونية المختلفة ممكن احد الواصلات دي زي ما شفنا مع حضراتكم اننا بقيسة عن طريق كرامب اتحقق من وصول الباور او الطيار الكهرابي داخل هذه الواصلات ام لا ويهمني لما شوفك الواصلات الكهرابة لقى هل بيقرأ فيه بيانات ان الكابل ده عبارة عن ايه داتا وكارن الطيار الكهرابي لازم الطيار المشين البيانات مع الكهرابي يو فيه خط فاصل بقدر اعرفه عن طريق تشيك وعن طريق الفحص يبقى كده عزاء الطلاب مازلنا بنتابع تشخيص الاعطال من خلال الاجهزة ومن خلال الفحص بالعوامل بالعوامل الالكترونية وبالادوات الالكترونية الحديثة عشان نواكب سوء العمل تعال نشتغل شوية مع بعض الصيانة ونشوف اهم حاجة بتقابل مالكي السيارات او بتقابلنا في مجال العمل وخاصة في فصل الشتاء عشان نستفيد المشاهدين والمتابعين من طلاب ومن مستقيم المركبات ستة اسباب تحطهم في اعتبارك لتؤخر تأخير تأخير تشغيل الصيارة احنا قلنا من خلال خبرتنا نقص نسبة الهواء الموجودة في المحرك ان المحرك ده بيشتغل بحكتين هو ووقود شايف الميزان على الكفة دي الهواء على الكفة دي الوقود ولازم يدخله للانجين اللي هو مصدر الحركة وتشغيل السيارة لازم يدخل بنسبة صحيحة يوزاد البنزين يوزاد نسبة غنية يوزاد بتحرق البنزين وهزيد الاستهلاك يو اللي نسبة البنزين عن الهواء يوزاد الهواء عفوا يبقى الخليط فقير يبقى معنا كده السيارة هتقابلني مشاكل في العزم والقدرة وعدم التجاوز وعدم التصارع يعني نقول هنا هبوط زي الانساني بيجير هبوط في الضغط مش قادر ولا يتكلم ولا يقف ولا يقف ولا يقوم ولا يقعد يبقى اول احتمال نقص نسبة الهواء الموجودة في المحرك طب نقص نسبة الهواء هنتكلم في الاحتمالات تلف البوجهات او شمعات الاحتراق ده البوجهة وسبارك بلاك يكون فيه عملية تلف ركبته مستعمل ركبته سن عالي سن ما ضبط شي ده الاحتمالات بقى الراجل الكهربائي ما ضبط شي الجاب سبارك بلاك دي اللي هي الخلوس في خلوس انت شايف هنا الخلوس ده فايدته ايه يا شباب بتنتقل الشرارة من الطيار بينتقل من الموجب الى السالب عشان يوحد الشرارة الكهربائية بالنبط نظرا اللي تواجد او ساخنة او كربون او زيوت الشرارة هنا بتضعف اه فهنا المحرك اه ما بيشتغلش معايا بسرعة بياخد وقت في التشغيل اه ان هنا اه عفوا نمشي في عكس عقارب الساعة مع ان احنا قلنا اتفقنا ان احنا نمشي في الشرح مع عقارب الساعة طب هنا ايه اه ماشي بس في اتجاه هذا الشكل مفغول اخد من الشمال اليمين وماشي من اعلى جسم رقم اتنين ضعف في ترمب الوقود تاني احتمال اه ضعف في ترمب ايه الوقود تمام رقم تلات نمبر ثري ضعف بطارية السيارة البطارية شحنة وجاية تمام وبيدت من بالليل الصبح مع بروتة الجو السائل من جو تجمد التفاعلات اختلفت تيجي الشحن مش جيد هتيجي تدور السيارة هتجد البطارية ضعيفة تب ليه البطارية البطارية احنا قلنا المصدر الرئيس لبدء التشغيل هي التي تمد السيارة بالطاقة اللازمة للتشغيل اما المحارج هو الذي يمد السيارة بالحركة اللازمة للتحرك يبقى هنا ثلاثة ضعف في بطارية السيارة تلف فلتر الوقود ويزال تقالك في الاحتمال نمبر وين نقص كمبية الهواء نتيجة ايه انسداد في مجال الهواء او في فلتر الوقود ان الفلتر ده هو الحارس البوابة ما يدخلش الهواء الا نظيف يعني بمعنى بيحجز الاتربة والغبار والزيوت والابخرة انها تدخل جوه المحارج انها او دخلت ما يبقاش فيه ايه تشغيل السيارة نمبر مشكلة مشكلة فيه الرشاشات مشكلة فيه الرشاشات مشكلة فيه الرشاشات او حاقن الوقود ويو سيارة تعمل بالنظام التقليدي القديم يبقى فيه مشكلة في مجموعة الوقود او الكالب رقم الاخير ده اللي هو قلناه قبل كده اللي هي شمعة الاشتعال او منسميها البوجيه او منسميها الاسبار بلق طيب طب المحارج بيشتغل وبيقطع المحارج بيشتغل وييه بيقطع يعني يشتغل شوية ويقف شوية هتلاقي نفس المعارج فيها عدم ضبط مثلا الرشاش او فيه عدم ضبط نسبة الهوى وخاصا في السيارات التقليدية او في السيارات الحديثة مشكلة فيه حساسات التوقيت او البجهات فيه بعضها يعمل وبعضها لا يعمل ودي بتسبب بارتجاج وهزة عنيفة في السيارة او الصوت المحارج مش هشتغل معايا بانتظام ان احنا عارفين محارج السيارة عشان يشتغل لازم يكون ليه نغمة معينة النغمة بتختلف يبا هو بيقطع ممكن هنا نجد الوقود غير جايد احنا بنكلم في ايه عدم انتظام الدوراء الوقود غير جايد سيارة 92 هو بيشغل وقود 90 لا الاده والامر انه هو شغل 80 لا ده ممكن كمان يسمع نصيحة بعض الناس يروح هتطل شوية الديزل على وقود البنزين بيحصل ولا لا ايوه بيحصل هتغير في الموصفات هتتحمل نتائج صعبة في التجريب البطارية البطارية بتشحن شوية ومتشحنش شوية اخرى يبقى فيه كتاوت فيه مشكلة في دائرة اليتشارجينج او دائرة شحن البطارية ايضا الاحتمال ايضا في الفلتر انه هو مش نظيف برضو الفلتر ده هو رقم واحد وبعض ملك السيارات يتعمد انه هو ينظف الفلتر بالهوى والحاجة اللي منعرفهاش انه هو يصنع من اللبات ولازم يا وانا هالج انه نظفه بالهوى في اتجاه واحد تبفيه غلطة ونظفت بضغط اهوى في اتجاه معاكس الوبر والشوائب الموجودة بتسد فتحات ومسام الفلتر ان الفلتر ده بمعنى صح زي الشاش لفتحات وبعض كل ما بتتسد زي الرقم كل ما تسد الحاد ما يحصل حاجة اسمات تليف الرقم عفاكم الله ايضا هذا الفلتر متهم في عدم انتظام دوران المحارج الاسبرك بلاج ايضا تقد تكون نوعية غير جيدة وغير مطابقة لمواصفات كلها دي حاجة بتؤدي الى تجغيل عدم الانتظام في تجغيل المحارج طيب يو عني عطر توقف الانجين تماما عن العمل خد رقم واحد عدم وصول طيار كهربي للمحارج رقم اتنين عدم وصول وقود وقود للمحارج ترومبا او الرشاش ما بيوصلش الوقود عدم وصول الشرارة كهربية الشرارة غير الدائرة الكهربية الشرارة دي اللي بتحرق في مشوار الاشتعاج انما الدائرة الكهربية سماح للطيار الكهربية بالمرور مثلا من البطارية الى وحدات الكهربية لجميع انواع السيارة يبقى دي بالنسبة عدم اشتغال المحارج تماما عن العمل تاب الهوى متسخ مقفول ده من السبب من السبب الهوى دايما في تأخير التشغيل او في عدم انتظام التشغيل انما ديت ميت خالص ما بيشتغلش خش على الاحتمالات اللي انا بقولها لحضرتك ومنها اختراب وحدة الـ الكمبيوتر المركزي للمركبة دي احتمالات مختلفة واعطار محتملة في السيارة وخاصة في فصل الشتاء لازم احنا كفنيين او بنعمل في تشخيص العطار تكون مؤشرات مختلفة لبيان طرق اصلاح هذا العطا مازال احنا شغالين في الصيانة واشتغلنا فحص حساسات احنا بنقول لازم نعرف مكان الحساس ولازم يفرق الطالب ما بين البلف والحساس البلف ده صمام صمام امان وتلاقي شكله قريب من الحساس الحساس بيعرف فيه كابل داتا الصمام بيخش له كابل موك داتا وكابل الكهرباء بس ده بيفتح ويقفل يسمح بمرض او لا يسمح الحساس بين الاشارة وبيانات الى الكمبيوتر السيارة حساس الحرارة بقياس درجة الحرارة وطبعا كل حساس لي مكان ده بيرقى بينه البلف بيرقى بينه حساس الحرارة بيرقى بينه تمام قد السيارة يكون فيها حساس وممكن يكون فيها اتنين وده كل ارايات مهمة في السيارة ووحدة السيارة ننتهي من حلقاتنا النهاردة يبقى كده اجملنا التشخيص بالاجهزة وخدنا الانواع المختلفة لاجهزة التشخيص الاعطار واتمنى اشوفكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة